كما شهد أيضا رئيس مجلس الوزراء التوقيع على بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة ثروة العقارية يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المركبة المقدمة للمواطنين سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني بشكل أبسط مع حصر وإدارة الثروة العقارية باستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع يساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية